بسم الله الرحمن الرحيم اسمحوا لي النهاردة ان انا ارحب بحضراتكم جميعا معنا وطبعا الهدف هذا الاجتماع الهام ان انا يعني طبعا يسعدني ان احنا نعلن اليوم نجحنا في الوصول الاتفاق بين مصر ممثلة طبعا في الحكومة والبنك المركزي وصندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال مرحلتين المراجعة الاولى والثانية في اطار قلية التسهيل الممتد للسندوق او في اطار البرنامج اللي كانت مصر قريدي موقعاه مع السندوق الحمد لله النهاردة احنا وقعنا الاتفاق اللي ما بين مصر والسندوق والحقيقة ممكن انا عايز اأكد ان الاتفاق بيأتي في اطار سياسات الاصلاحات الهيكلية المتكملة للاقتصاد المصري اللي قعدتها الحكومة المصرية هذا البرنامج هو برنامج مصري الدولة المصرية والحكومة والبنك المركزي معنيين بوضع مستهدفاته وتنفيذه ويمكن كان هناك التوافق مع هذه المستهدفات مع صندوق النقد الدولي اللي بنقدم ليهم ويمكن ممثل فيه السيدة ايفانا وكل الفريق كل الشكر والتقدير على جهدهم معنا في خلال الفترة الماضية بحيث ان احنا الحمد لله النهاردة نجحنا في التوافق والاتفاق على التوقيع الحمد لله وخليني يمكن اتكلم على نقاط محددة في الاصلاحات الهيكلية البرنامج بتاعنا بيستهدف مؤشرات واضحة جدا زيادة الاحتياط النقدي من العملة الصعبة للدولة المصرية خفض الدين وهنا انا بتكلم على الدين سواء المحلي او الاجنبي ضمان تدفق استثمارات اجنبية مباشرة بصورة كبيرة جدا في خلال الفترة الجاية استهداف ان يكون عندنا معدل نمو للاقتصاد المصري بارقام عالية علشان تحقق مستهدفات كثيرة جدا اولا تخفيض التضخم خلق فرص عمل للشباب المصري وكمان طبعا جنبا الى جنب مع الحماية الاجتماعية للمواطنين والفئات اللي احنا من كلنا بنستهدفها ببرامج الحماية الاجتماعية الحقيقة يمكن احنا نعي تماما في ضوء التحديات ان هناك هدف مهم جدا في الفترة الاولى وفي الفترة بصفة عامة فترة البرنامج وده جزء من السياسة بتاعت الحكومة وهي عملية ترشيد وحوكمة الانفاق وحضركم سمعتوا مننا حاجات كثيرة جدا ويمكن دي نقطة مهمة جدا ان احنا بنتفق عليها احنا كل هدفنا واعلنناها في اكتر من مرة ان يعود القطاع الخاص ليكون هو المساهم الاجبر في اجمالي الاستثمارات الكلية اللي بتحصل على مدار العام في الاقتصاد المصري للظروف الماضية اللي مريت بيها الدولة المصرية الدولة او الاستثمار الحكومي او الاستثمار العام هو اللي بقى بيمثل النسبة الاجبر انما النهاردة المستهدف بتاعنا واللي احنا بمستهدفينه على مدار الفترة اللي البرنامج شغالين فيها وما بعد ان يعود القطاع الخاص هو المساهم الاصلي والمساهم الاجبر في اجمالي الاستثمارات الكلية وهو اللي بيخلق الفرص العامة الاكتر وهو اللي بيشجع وهو اللي بيجيب الاستثمار للاقتصاد المصري عشان كده يمكن توفقنا على ان يكون هناك صقف للاستثمارات العامة ومن كل جهات الدولة لا يتجاوز لا يتجاوز هذا الصقف عشان ندي المساحة للقطاع الخاص انه هو بعد كده هو اللي بيقود وهو اللي بيزود من مساهماته في اجمال الاستثمارات احنا حطين تارجت او هدف للعمل مالي 24-25 ان تكون اجمالي الاستثمارات العامة وده طلع بقرار من رئيس الوزراء وده الاول مرة ان يكون صقف الاستثمارات العامة الكلية بكل جهات الدولة وهنا انا بعني مش فقط الوزرات والجهات الموازنية ولكن ايضا الهيئات الاقتصادية والشركات الخاصة بقطاع الاعمال والشركات اللي الدولة كلها كل جهات الدولة مساهمة فيها بحيث ان اجمالي سقف هذه المساهمات او الاستثمارات من كل جهات الدولة لا تجاوز التريليون جنيه وتم تشكيل بقرار رئيس من الوزراء لجنة بتضم في عضويتها كل الوزرات المعنية وتكون برئاسة ممثل من الجهاز المركزي للمحاسبات علشان تتابع الانضباط والحوكمة في تحقيق هذا المستهدف وحيكون هناك تقارير دورية بتطلع من هذه اللجنة واللجنة دي تحت اشراف المباشر عشان اضمن ان هناك حوكمة وتحقيق لهذا المستهدف بسورة كبيرة هدفه ايه؟ زي ما بنقول بنخفض من الاستثمارات العامة من الدولة في مقابل ان القطاع الخاص هو اللي يقود في هذا الشأن بالتأكيد وده اعتقد يعني حضراتكم بقى يعني الكلام اللي احنا كنا بنقوله على وثيقة ملكية الدولة سياسات ملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة والاستمرار في برنامج التروحات وتعظيم الاستفادة من اصول الدولة اعتقد الفترة الاخيرة كانت خير دليل على مصدقية الدولة ومصدقية الحكومة في تحقيقه ونجحنا في العديد من السفقات انا مش بكانم فقط على موضوع راس الحكمة ولكن كل صفقات التروحات اللي اتعملت قبل كده هي صفقات غير مسبوقة بتؤكد مصدقية الدولة المصرية في توجهها لتمكين اكثر للقطاع الخاص وتشجيع للقطاع الخاص في التشراكة مع الدولة في تعظيم الاصول المملوكة للدولة في هذا الشأن الحقيقة يمكن دي نقطة شديدة الاهمية انا حبيت ان انا اكد عليها وان طبعا يعني احنا في البرنامج والسندوق ايضا بيؤكد على ضرورة حماية الفئات اللي ممكن انها تتأثر من اي خطوات في اطار الاصلاح الاقتصادي ودي نقطة احنا اعلنناها بالفعل من خلال القرارات اللي قمنا بيها بناء على توجيه فخامة الرئيس بحزمة اجتماعية غير مسبوقة وان شاء الله طبعا وبدأت بالفعل تنفيذها اعتبارا من اول هذا الشهر انا مش عايز اطول على حضراتكم ولكن طبعا انا بوجه خالص الشكر لزملائي من الحكومة المصرية وطبعا السيد محافظة بنك المركزي على الجهد الشديد اللي امو به لغاية لما الحمد لله نجحنا في الوصول الى هذا الاتفاق وايضا بكرر مرة اخرى الشكر لكل مسؤولي السندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجيفا المدير التنفيذي للسندوق والفريق طبعا الممثل في السيدة ايفانا واترك لها الكلمة